نهار ده كابتن حسام البدري وده بقى التحدي الكبير أعلن قائمة المنتخب اللي عندها مباراتين في منتهى الأهمية 1 سبتمبر 1 تسعة هنا مع أنجولا السفر تاني يوم على طول 2 سبتمبر إلى الجابون عشان يلعب منتخب الجابون يوم خمسة يبقى يوم واحد ويوم خمسة مباراتين واحدة هنا وواحدة في الجابون ودي تصفات كأس العالم طبعا متابعين أزمة لعبة المنتخب المحترفين محمد صلاح وإنني كابتن حسام حطوهم في قائمة المنتخب اللي ضمت 27 لاعب بس حتى الآن مفيش فرصة لحضورهم كان فيه كلام كان فيه كلام كده مش عارف مدى صحته أنه ممكن ماتش الجابون يشرح لمحمد صلاح فيه يعني حتى الآن الموضوع كبير كبير لأنه السلطات الصحية في بريطانيا عاملة قائمة بخمسين لاعب ممنوعين من المغادرة ليه؟ لأنه الدول بتاعتهم مصنفة في الريتزون أو المنطقة الحمرة فيما يخص جياحة كورونا البرازيل منتخب البرازيل عنده 19 لاعب في الدور الأوروبي ممنوعين أن يروح يلعبه الاتحاد البرازيل عمال يستغيس بالاتحاد الأوروبي الفيفا النهاردة تدخل وطالب الاتحاد رابطة الأندية الإنجليزية بالإفراج عن اللاعبين والاتحاد الأفريقي دخل على الخط وطالب الاتحاد الأوروبي بالضغط على رابطة الأندية المحترفة الإنجليزية علشان يبقى فيه صيغة ماء الدول تبدأ تستفيد من إمكانات أبنائها فدي أزمة كبيرة أكبر من أزمة احتياج منتخب مصر لصلاح والنني لكن القائمة مبدئياً كابتن حسام البدري بيتعامل مع الأمر اعتماداً على اللعيبة المتاحين في الدور المصري أو المحترفين يمكن حجازة في الدور السعودي ما فيش مشكلة في ضمه القائمة اللي اختارها كابتن حسام البدري فيهم صلاح والنني زي ما قلت لكم لكن بقية العناصر يمكن فيه تسع عناصر من الأهلي القائمة كلها بقى محمد الشناوي والهانس الليمان ومحمد أبو جبل أكرم توفيق باهر المحمدي عمر جابر أيمن أشرف محمد عبشافي أحمد أبو الفتوح أحمد حجازي محمود حمد الوينش علي جبر طرق حمد عمر السلية حمدي فتحي حسين الشحات أحمد سيد زيزو ومصطفى فتحي رمضان صبحي وصلاح محسن ومحمد شريف ومصطفى محمد وأحمد حسن كوكة وعبدالله السعيد ومحمد مجد أفشا ومحمد صلاح وإن الني يعني قائمة جيدة في حدود الظروف اللي احنا فيها وربنا سهل نتمنى أن المنتخب مصر يحالفوا التوفيق بإذن الله ونشوف كاس العالم الجاي بإذن الله كل التوفيق للمنتخب في المباراتين ويبدأ يواصل مشواره إن شاء الله للتأهد